أعرف إنسانا لا يستطيع النوم والله لو أن الدنيا كلها بيده لدفعها مقابل أن ينام سنوات طويلة مرض نادر جدا لا ينام صاحب فباسمك ربي يعني هذا النوم نعمة منك يا ربي وينبغي أن أنام وفق منهج رسولك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تشرب الماء يعني هذا الماء من نعم الله الكبرى الناس في البحر يموتون عطشا لو أن ماء الأرض ملح أجاج ماذا نفعل؟ من جعله عذبا فراتا؟ فالمعنى الأول لباسمك ربي أن هذه نعمة من عندك يا رب وينبغي أن أتعامل بها وفق منهجك فكان عليه الصلاة والسلام يشرب ثلاثا يشرب جالسا يشرب ويسمي فكلما قلت باسم الله قبل أن تفعل شيئا يجب أن تذكر شيئين أن هذا الذي أنت مقدم عليه نعمة من نعم الله وهي من خلق الله وهي إكرام من الله ثم إنك ينبغي أن تأخذها وفق منهج الله أما الكلمات حينما تردد دون أن نفقها معناها تفقد مضمونها تفرغ من مضمونها بسم الله ما تعني بسم الله؟ بسم الله وقد يظن أن هذه نعمة فلان يشعك وهو لا يشعر بسم الله وهو يفعل في هذه النعمة فعلا يخالف منهج الله عز وجل فحينما تقول باسم الله يجب أن تذكر شيئين أنها نعمة والفضل لله عز وجل وأن تعاملك معها ينبغي أن يكون وفق منهج الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل باسمك ربي وضعت جنبي الأعصاب في النوم تتباعد فالسيالة العصبية تقف عند التباعد فتنام الإنسان إن لم ينام يهد كيانه تتعب أعصابه لكن لو جاء صوت كبير جدا أو صاخب هذه السيالة تتجاوز هذا الفاصل فكل أنواع المهدئات تباعد بين الأعصاب الأعصاب عبارة عن قطع متباعد أو متقاربة وكل المنشطات تقرب هذه الفواصل فالإنسان حينما يتعب تتباعد فواصل أعصابه فيؤوي إلى فراشه والنوم من نعم الله العظمى لكن النوم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام عبادة فباسمك أضعوا جنبي وباسمك أرفعه في احتمال إنسان ما يستيقظ إن أخ كريم رحمه الله آوى إلى فراشه ومن عادته أن يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد وأهله قد ينامون على طعام الإصطار طرقوا باب غرفته فإذا هو ميت فالإنسان احتمال أن لا يستيقظ قائم الاحتمال والنبي نبهنا إلى ذلك باسمك أضعوا جنبي وباسمك أرفعه إن أمسكت نفسي يعني إن توفيتني لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت يمسكها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى مو إلى مال نهاية إلى أجل مسمى استيقظ 138 ليل يوم بياله بالضبط كل ما استهلك يوم نقص عمره الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وفي دعاء آخر يعني أرأيتم إلى النوم كيف أنه عباده الإنسان يبدأ نومه بهذه الأدعية إذن هو مع الله لو أن الله لو أن الله توفاه في هذا الليل يتوفاه على الفترة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقد قرأت بحثا قديما حول فوائد الاضجاع على شقك الأيمن المؤمنون ينامون على شقهم الأيمن والأغنياء ينامون على شقهم الأيسر يأكلون كثيرا مركز السقل على شقك الأيسر والملوك ينامون على ظهورهم والفقراء على بطونهم أما المؤمنون على شقهم الأيمن طبعا أنت لست مسؤولا بعد النوم كيف تنام أما إذا بدأت النوم يبغي أن تبدأ النوم على شقك الأيمن اللهم أسلمت نفسي إليك وصوتت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك دائما الحالة الصحية في التعامل مع الله أن تكون بين الرغبة والرغبة إن قفته خوفا أعاقك عن أن تحبه هذا خوف مرضي وإن أحببته حبا منعك أن تطيعه هذه محبة مرضية ينبغي أن تجمع بين الخوف والرجاء رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك حال نادرة جدا الله عز وجل قوي وجبار ومنتقم إن بطش ربك نشديد فالإنسان ينبغي أن يخاف من الله كيف أنجو من بطشه ومن عقابه ومن بلائه بالإقبال عليه لا تنجو منه إلا بالإقبال عليه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قال فإذا مت مت على الفطرة يعني مت مؤمنا آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإذا مت مت على الفطرة اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك هذا التوكل أنت ضعيف لكنك بالله قوي جدا رغبة ورهبة محبة وخشية لا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإذا مت مت على الفطرة من أبعية النبي قبل أن يؤوي إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم أرأيت إلى هذا الشمول رب السماوات والأرض الكون كله الكون كم جره يعني الآن من حدث العلماء أن الكون يزيد عن مليون مليون مجرة والمجرة فيها تقريبا مليون مليون نجم مجرتنا تربط تبابنا مجرة متوسطة المجموعة الشمسية كلها هي على شكل عضرة أو مغزل المجموعة الشمسية بأكملها نقطة هذه المجموعة ما قطرها بيننا وبين القمر ثانية واحدة مع الشمس ثماني دقائق المجموعة الشمسية قطرة 13 ساعة زمنية الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلو متر بالدقيقة ضرب 60 بالساعة ضرب 60 باليوم ضرب 24 بـ 365 يوم ضرب 365 13 ساعة قطر المجموعة الشمسية أما المجرة المتوسطة قطرة 150 ألف سنة ضوئية وهي مجرة متوسطة مليون مليون مجرة وكل مجرة هي مليون مليون نجم شو معنا اللهم رب السماوات والأرض اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك المجرات السماوات والأرض الرزاق فالق الحب والنوى الهادي يعني خلق ورزق وهدف كنت أقول دائما أنت في نعم ثلاث نعمة الإيجاد ونعمة الإنداد ونعمة الهدى والرشاد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أنت وجدت وعام ألف وتسعمية من منا كان على قيد الحياة من منا له اسم من هو فلان عام ألف وتسعمية لم يكن شيئا مذكورا وسيأتي يوم لا نعود شيئا مذكورين إطلاقا فهو الذي أوجدنا فالق الحب والنوى وأمدنا بالرزق وهدينا منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر لكن أنت آخذ بناصيته ما في جهة بالأرض إلا بيد الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذا المعنى مريح في قوى جبارة في أقطاب في العالم طاغية في أحقاد الشر لا يعلمه إلا الله الشر نتيجة البعد عن الله عز وجل يعني مثلا قرأت خبر قبل سنوات بجريدة أنه تم بأستراليا إعدام عشرين مليون رأس غنم الرصاص ودفنة للحفاظ على أسعار النحم المرتفعة في العالم وهؤلاء الشعوب التي تموت من الجوع قلوب قاسية لكن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذا المعنى هذا المعنى مريح جدا هذا الشر من مخلوق لكن الله سبحانه وتعالى يوظف شره للخير المطلق ثم يقول أنت الأول يا رب فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عنا الدينة وأغننا من الفقر والدين كما تعلمون هم بالليل وذل بالنهر معنى ليل النبي عليه الصلاة والسلام ليل أبيض ليل عبادة ليل قرب من الله عز وجل حتى النوم عباده وكان عليه الصلاة والسلام يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخر بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم المغرم الدين والمأسم الإثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ألم يقل الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون إن لم يغلبوا معنى ذلك أنهم ليسوا جند الله لو أنهم جند الله حقيقة لا يمكن أن يغلبوا وإن جندنا لهم الغالبون لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني الأذكياء لا ينفعهم ذكاؤهم معك لأن الذكي يؤتى من مأمنه سبحانك اللهم وبحمدك طبعاً لست مضطراً أن تدعو بكل هذه الأبعية لكن لو دعوت بأحدها قبل أن تنامت صار نومك عبادة أمد الله بأعمارنا جميعاً اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك آخر دعاء بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني ما كون مرهول للدنيا متعلق بها تعلق شديد يحملني على معصيتك فك رهاني واجعلني في النبى الأعلى يعني واجعلني مع الرفيق الأعلى اجعلني أحلق في أفاق الكمان وهو بالأفق الأعلى في شخص سخيف شهواني أرضي في شخص رباني همه خدمة الخلق همه هدايتهم همه مرضات الله عز وجل ففرقا كبير بين من يعيش في الأفق الأعلى ومن يعيش في الأوحال أخر دعاء اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النبى الأعلى يعني إخواننا الكرام لو أن واحدا منكم لم يحفظ كل هذه الأبعية وأوى إلى فراشه لو دع الله بلغته المألوفة يا ربي احفظني يا ربي اشتر يا ربي أنت ربي لا إله غيرك ممكن الأمر خليه بسيط العبرة أن تكون مع الله إذا آويت إلى فراشك إن حفظتها أمعم أكرمي وإن لم تحفظها تدعو دعاء من صياغتك العبرة أن تكون مقبلا على الله عز وجل باسمك أضعوا جنبي نعمة النوم لا تعديلها نعمة والله الأخ اللي سألني مرة لا ينام ما خلى طبيب قلت له بزير جهد قال لي بمشي حوالي عشرين كيلو متر حتى أتعى ما بنا عينك مشكلته أيام طويلة ما في حل مرض مادر ما بينام أبدا دائما مهزوز كيانه دائما مهدود فإذا واحد آوى إلى فراشه ونام نوم عميق في فندق بألمانيا مكتوب على السرير إن لم تنم فليس الذنب من فروشنا الوثيرة إنها وثيرة ولكن المشكلة من ذنوبك الإنسان في النهار اخترق ذنوب لا ينام الليل من هذا الذي ينام نوم عميق؟ المستقيم ينام يؤوي إلى فراشه وليس في رقبته حق لأحد ما بنى مجده على أنقاض الآخرين ما بنى غناه على فقرهم ما بنى حياته على موتهم؟ الطغاة يبنون حياتهم على موت الآخرين يبنون مجدهم على تحقيم الآخرين يبنون غناهم على إفقار الآخرين يعني أفضل ألف مرة أن تكون إنساناً في التعتيم وفقير وضعيف لكنك ناجي عند الله إن أن تكون قوياً وغنياً لكنك بنيت غناك ومجدك على أنقاض الآخرين تحاك مؤامرة لاجتياح مكان أو لحرب قد يموت فيها آلاف مؤلفة وملايين مملينة هم يقبعون في مكاتبهم ويخططون لحروب وليست الأخبار عنكم ببعيد فحينما تنام وليس في رقبتك حق لأحد تنام نوماً عميقاً علامة النوم العميق أن الإنسان مستقيم وفك رهاني ما كن متعلق في الدنيا تعلق يحزبني عنك يا رب واجعلني في النذى الأعلى أي في الرفيق الأعلى والحمد لله رب العالمين